فريد شاوي عاش محب للنادي الأهلي فيسيب هذا الأثر عند الفنانة الكبيرة الجميلة رانيا فريد شاوي بس هالخير يا أستاذة سائل فل كل سنة وحضرتك طيبة تحياتي وتحياتي المهندس عدلي كل سنة وانتوا طيبين ودايما الأهلي كده مفرحنا ومتقلق حب قديم وشفتوا من أبويا وورستوا وكلنا بخورين يعني إن احنا أهلوية هو بس ما حكلكيش إنه كان بلعب معي كورة بس وكان بيكسبه في حد بيكسب الملك برضو لا أنا بكرة حكي لنا برمس وكان فريق الشمس بريبا ايه ايه وكان كابتن لطيف بيعلق عليه وبابا وقع قال له الزوقات ليه ما فيش مراس بقال له يعني عايزة جيب بقول احسابها فينك يا أخي المهم كل سنة حضرتك طيبة وانتوا بقالتوا خير ازاي عشتوا مع الملك بقى حبه للنادي الأهلي وحب الجمهور حضرت مرة كان هو يعني في الفترة الأخيرة وفي المرض يعني وجمهور الآلي كان فيه متش مش فكرة ايه وكسب ولقينا جمهور تحت البيت وعملين يغنوله اطلع يا ملك بنحبك يا ملك وفعلا رغم انه كان في السرير وقدر ان هو يطلع له من البلكونة وكان مش عايزة أقول الله أنسى هذا المنظر فعلا يعني لا هو فعلا كان أبوه عاشق لا كان عاشق عاشق على ده هو في المدرجة هو هو بيتابع كان شخصية جميلة مبراب وهمة للأهل ايوه والأغنية حتى في ساعة الصباح انت أهلاوي ايوه ايوه هو الرمزين اه ايوه هو ساس فادي المهندس عايزينك بقى تشيل عايزينك تشيل الراية بعدين كده وتسيب وراكو أجيال من الأهلوية بابا حاجة في الكورة يعني بابا كان تفاهم انا الغيب دلوقتي عندي مشكلة ناسة من الأفصايت هي المشكلة في الأفصايت ممكن نشيلها خالص يعني دي مشكلة كل شوية أجوز يقول أفصايت أقوله أنا مش فاهمة هو ايه طب قبل الخط بعد مش شايفة خط لا والله مبروك للنادي الأهلي ودايما كلنا كده فرحانين ومفرحنا يعني في الأيام الغريبة دي بس إن شاء الله الكورة ترجع تاني ونستمتع بالماتشاط يعني أهلا بيك ونشكرك على المداخلة ورجعتنا الزكريات كتيرة جدا ومن أيام ما كان بيلعب حتى في المعمورة معنا كنت أعمله ماتشاط للفنانين وكان هو يجي يساحيني من البيت كنت صغير هنلعب فين النهاردة والله أيام جميلة والناس جميلة جدا لا والله إيه تستمتعتوا بقى إحنا محبوسين في البيت الحمد لله لا ربنا عاد الكورونا دي كل سنة حديك طيبة والليلة دي تخفف شوية أيها إن شاء الله شكرا جزيلا للفنانة الجميلة رانيا فريد شاوي وأعتقد حب متواصل وأجيال متوارسة لا طبعا طبعا لأنعر